تحول مسار التواغل الإيراني في سوريا مؤخرا من شمالها وغربها إلى شرقها وجنوبها في محافظات دير الزور وحمص ودرعا والبادية السورية وإدلب آخر هذه التواغلات كان في مدينة كفرنبل وريف إدلب الجنوبي حيث استباحت إيران كل شيء في هذه المناطق بعد سيطرة ميليشياتها عليها في شهر شباطة العام الجاري الآن قوالف وطمين هو اللواء التابع لإيران بشكل رسمي استقر في مدينة كفرنبل تقريبا من 6 أو 7 شهور هدول كانوا جايين على مدينة كفرنبل اللي هي مدينتي كان في عندهم مهمة أو في عندهم نية لفتح عمل عسكري في منطقة جبل الزيو طبعا بالإضافة للواء الفوطمينيون أجوا معهم شبيحة التراميخ شبيحة التراميخ معروفين من قرى حوالي مدينة حماد إيران ومن خلال ميليشياتها المحلية المعروفة بالتراميخ تعمل منذ ذلك التاريخ على سرقة واستثمار أرزاق المدنيين وتصريفها في مدني الساحل السوري فضلا عن استخدامها زرع الألغام في الأراضي الزراعية للحد من وصول المعارضة السورية لمقر الميليشيات الإيرانية في مدينة كفرنبل فوج الرضوان المقدر عدد ب300 عنصر هدول دعم لا محدود من ميليشيا إيران بالإضافة لكتيبة المرتضة المقدر عددها ب150 عنصر هؤلاء العناصر مسيطرين على حورات كاملة في مدينة كفرنبل مسيطرين على بيوت كاملة في مدينة كفرنبل ممنوع أي عنصر من ميليشيا نظام الأسد يدخل لهذه المناطق طوالما هي تحت سيطرتهم هؤلاء العناصر مسيطرين على أرزاق المدني في مدينة كفرنبل من زيتون من تين من مساحات زراعية تزيد عن 100 هكتور بالإضافة لعدد كبير من المساحات الزراعية في حزيرين في معارض حرمة في جبالها في بسقلة وفي حواس أيضا علاوة على ذلك استقدمت إيران ميليشيات فاطميون وفوج الرضوان وكتيبة المرتضى ولواء الرعد إلى مدينة كفرنبل نظرا لأهميتها الاستراتيجية حيث توجهت مؤخرا 30 آلية عسكرية محملة بعشرات العناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى خط الجبهة في إدلب للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ولعبت الميليشيات الإيرانية متمثلة بالحرس الثوري ولواء زينبيون وفاطميون بالإضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني الدور الأكبر في السيطرة على قرى وبلدات ريفي حلب الغربي والجنوبي كما ساهمت بشكل كبير في المعارك التي دارت مع فصائل المعارضة على محاور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي وعمليات الهجوم والدفاع التي شهدها ذلك المحور شكرا لكم اشتركوا في القناة